منذ السابع من أكتوبر شرعت قوات الاحتلال في استخدام أنواع عديدة من الذخائر والقنابل في قصف القطاع على نحو تدميري وممنهج هذا وتوترت تقارير أممية ودولية تحذر من تأثير الحجم الهائل للقنابل التي أسقطت على القطاع وعلى المدنيين لأجيال قادمة إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي كشفت أن الجيش قصف قطاع غزة بخمسين ألف قنبلة منذ بداية الحرب منها خمسة بالمئة لم تنفجر أي ما يمثل نحو ألفين وخمسمائة قنبلة الإذاعة أشارت في بيانها إلى أن حركة حماس قد تستغل هذه القنابل غير المتفجرة لبناء صواريخ جديدة وبالعودة إلى العدد الإجمالي للقنابل التي أسقطت على غزة بعيدا عن الرواية الإسرائيلية قال المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع إن الاحتلال أسقط خمسة وأربعين ألف قنبلة خلال الأيام التسعة والثمانين الأولى من الحرب أي بمعدل خمسمائة وخمس قنابلة يوميا من جهته صرح جون بيير ديلوميي من منظمة هانديكاب انترناشنال المعنية بحماية المدنيين من الأسلحة المتفجرة صرح بأن ثلاثة آلاف قنبلة من أصل خمسة وأربعين ألفا التي ألقاها جيش الاحتلال على غزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب لم تنفجر وهو ما يشكل خطرا كبيرا على حياة المدنيين وعلى المعطيات البيئية في القطاع وبخصوص الدخائر التي لم تنفجر في غزة والتي من المؤكد أنها تجاوزت الثلاثة آلاف فإن خبراء في الدخيرة وصفوها بالقنابل الموقوطة في حال انتهاء الحرب وذلك لتأثيرها على صحة الأجيال الحالية والقادمة بنظر إلى المخلفات السامة والمواد الكيميائية غير المرئية التي يمكن أن تفرزها وعن حجم أزمة القنابل في غزة قال رئيس الدائرة الأممية للأعمال المتعلقة بالألغام في فلسطين إنه لم ير شيئا كهذا منذ آخر حرب كبرى في القارة الأوروبية هذا وتؤكد الدائرة الأممية أن الذخائر التي لم تنفجر تبقى قابعة في باطن الأرض وسط تقديرات باختفائها تحت أطمان الركام التي قدرتها وكالة الأونروا بأنها أكثر من 23 مليون طن هو ما يمثل في الحقيقة خطورة بالغة على حياة المدنيين في حال انفجارها لاحقا هذا عدا عن أن مثل هذه الأعمال تتطلب سنوات طويلة وتكلفة كبيرة من أجل إزالتها ترجمة نانسي قنقر